بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ما زلنا في الحديث عن الصدق الصدق في القول والفعل أقوى للفرد وللجماعة وألزم في حالات التحرك الأمة وبناء قوتها ونهضتها وقد حث الشرع الشريف على الصدق لما له من هذه المزايا وجعل ثواب الصادقين والصادقات جنان الخلد من الدلالة العملية ما نشاهده في واقع الأمم المتحضرة التي تصدق في عملها ومواعيدها والتزاماتها وعقودها فيطمئن الناس إلى المعاملات معها ويحققون الخير لأنفسهم أولا ثم لمجتمعهم ثانيا ولأمتهم ثالثا حتى في الأبليكيشنز لما تروح تعبي هذه البلد مبنية على أنه يتوقع منك الصدق فلا تساعد المساعدة بالكذب وتخترق ما يتوسمونه من صدق الناس فيها بكذب وتواطئ على أمور ليس صحيحة من أجل دولارات معدودة وأنتم تعلمون عما نحن تقلم يعني قال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية الصدق في الدعاء يبلغ الناس مرتبة العمل دون أن يكون لك فيه يعني إذا حجز بينك وبين العمل شيء بصدق الدعاء يبلغك الله أجر هذا العمل قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم عن أبي ثابت سهل بن حنيف قال قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإما تعالى فراش بمجرد صدق النوايا نختم بموضوع الصدق الذي هو أصل المعاملات بين الناس روى البخاري ومسلم عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق جادلوا خدوا أعطيوا هل أدوا طلعوا نزل طالما أنت في نفس المجلس بشرط فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما والله هذه السيارة ترى لك الترانزميشن فيها يمكن مضروب مش بتروح بتجيب نوعا من المبعى وشكله بتحطه مشان يبين ترانزميشن ممتاز وانت قاعد بتضرب في الناس أو بتصلح شغله وبتترك نصها معطل مشان ترجع تصلحها مرة ثانية أو وإيس فإذا كان هناك في صدق وتبيان للعيوب بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ولا المحل بيرمي ألفين باليوم وأنت عارف أنه يمكن في السنة مرتين رمى ألفين باليوم فما بيصح تعطي كلام يفهم منه أنه العموم كل يوم عم ترمي ألفين يعني بدك تتق الله فإن أنت صدقت بورك لك ولو بالقليل وإن أنت كذبت محقت بركة الكثير لذلك الإنسان لو اشترى شيء على نية البائع أنه سليم وبيّنت فيه العيوب يرده بخيار العيد أنه أنت وعتني كذا إيجا كذا نذكر إخواننا في عنا محاضرة قيمة يوم الأحد بعد صلاة العصر السبب أنها بعد صلاة العصر لأنه الضيف مسافر المساء وهو ضيف يعني نتوسم أن يكون لكلامه الأثر الطيب إن شاء الله الدكتور طارق رمضان أحد المفكرين المسلمين والمشود لهم بتحليلات طيبة على مستوى الفكر والأمة سيتحدث عن مصر واستعادة الديمقراطية والحرية فيها سيكون معه ضيف آخر الدكتور محمد المصري ستكون من بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى مدة ساعة ساعة ونصف هكذا في الطابق العلوي إن شاء الله تعالى فنتوقع وجودكم معنا إن شاء الله أيضا توفي محمد عثمان حمد العزاء الليلة حتى العاشرة مساء وغدا من السادسة حتى العاشرة مساء في مركز الجالية التابع للمسجد غفر الله له ولنا ولموت المسلمين أجمعين اللهم آمين الحديث for today is about so we're still talking about honesty honesty in that which you say or that which you do is more powerful for the individual or the groups and it is what needed for people to stand up as individuals or groups الله سبحانه وتعالى spoke that if they were honest it would have been better for them better than everything because the way you talk the way you act the way you do business everything has to be based on honesty and if you choose to be fake if you choose to lie then there will be no path for you to get the mercy of Allah سبحانه وتعالى sincere and honest prayers supplications, dua will earn you places of rewards of acts that you didn't even engage just because you wished for it sincerely for example the Prophet صلى الله عليه وسلم said one whomever asks Allah to be a martyr in honesty, sincerely he will be brought up to such level of martyrdom even if he died on his bed so that person did not engage in a battle and die like other martyrs would do but just because he was sincere in his prayers Allah will reward him as if he did in business it's very important and if people were honest in business transactions we don't have much time to spend with them in arbitration here in the masjid it is because of these failures to be honest that Allah waves out the blessings that he will put in such transactions for example the Prophet صلى الله عليه وسلم said the seller and the buyer are in free to negotiate and you know exchange this much no this much I want this no you want that as long as you are in the place where the discussion is taking place with a condition if they were honest and exposed whatever defects Allah will put barakah in the transaction but if they were lying and they hid the defects of the merchandise Allah will take the barakah out from that transaction so even if it was defected as a merchandise but you exposed it and your profit was minimum or little there is barakah in that but if you did hide something and you sold it for more Allah will take the barakah out from you and we need to fear Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa barakah ala nabi Muhammadu wa alayhi wa sahbihi wa sallam thank you